قبيل الثمانية واربعون ساعة من موعد انطلاقة الحوار الوطني الشامل والمستقل بالعاصمة عن جمينة استقبل صباح اليوم رئيس الوزراء رئيس الحكومة الانتقالية بايمي باداكي ألبير عدد من قادة الاهزاب السياسية الفاعلة والممثلة في حكومة الفترة الانتقالية لقاء يأتي بهدف مناقشة عدد من الموضعات السياسية الحامة قبيل انطلاقة الحوار الوطني الشامل والمستقل بعد أكثر من ساعتين من اللقاء تحدث السيد صالح بورما رئيس حزب الحركة من عجل الوحدة والتجديد أن أهم ما دار في هذا اللقاء الهدف من اللقاء هو أساسا تبادل الفكار فيما يخص الحوار الوطني الشامل والرؤية المستقبلية وخاصة تحدثنا في مسألة الهدوء وكيفية تسيير هذا النقاش إلى بر الأمان فصراحة كان اللقاء مسمر وكان له دوره بالكامل إن شاء الله ونأمل نحن نتفاعل أن الحوار الوطني سيكون فرسة لكل الجديد حتى ننعم بالسلام والوحدة والهرية والديمقراطية الحقيقية إن شاء الله ويمثل هذا اللقاء تمهيدا لمقاربة وجهات النظر قبيل انطلاقة الحوار الوطني الشامل والمستقل والذي من المقرر أن ينطلق في العشرين من هذا الشهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر